بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم على قناة صحابة الكروشي مع سلوى ماما. اه معاكم سلوى الفحام. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم الشكل الجميل ده. شكل سنة او درس. اه ممكن هادي بيه اطفالنا يعلقوه في الاودة بتاعتهم او يلعبوا به. اه شكله زريف اوي. كمان ممكن نهادي بيه دكتورة او دكتورية اسنان. اه هتبقى هدية جميلة واكيد ان شاء الله هينبستو بيها طالما انتم اللي عاملينها. اه فتعالوا كده نشوف ان شاء الله هنحتاج ايه عشان نعمل الشكل الجميل ده. اه انا هشتغل بخيط اه اه وانتي اي خيط متاح عندك ما فيش مشكلة. انا بس عشان هو لون الابيض المتاح عندي. عندي خيط قطن اوكي. اي نوع خيط ما فيش مشكلة. وهشتغل بقبرة مقاز ساقم خمسة. اوكي? طيب. نبدأ كده ان شاء الله نشوف هنعمل ايه? اه هنعمل اول حاجة عقدة. عقدة بداية. تمام? وهشتغل اه واحد وعشرين سلسلة. تمام? واحد اتنين. اشتغل كده واحد وعشرين سلسلة. اه تمام كده عملنا واحد وعشرين سلسلة. هنشتغل ايه بقى? في السلسلة رقم اتنين دي. هفوت اول واحدة مش هشتغل فيها حاجة. في رقم اتنين على طول. هبتدي اشتغل عمود. بعدين هشتغل اربعة عمود بلفتين. يعني هلف لفتين على الابرة كده. واشتغل اربع عوامل بلفتين في اربع سلاسل. ادي كده اول عمود. اتنين. تلاتة اربعة. بعدين اشتغل في التلات سلاسل اللي جايين دول اشتغل اه تلاتة عمود. اكي? واحد. اتنين. تلاتة. بعدين اشتغل. بعدين هشتغل غوزة نص عمود. اوكي? بعدين هشتغل في السلسلتين اللي جايين دول هشتغل غوزة منزلقة. في السلسلة دي واللي بعدها كمان. يعني اتنين غوزة منزلقة. واجع تانية اشتغل غوزة نص عمود. بعدين هشتغل تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين هشتغل اربعة عمود بلفتين. واحد. تلاتة. اربعة. هيبقى عندي اخر سلسلة هشتغل فوقيها عمود. اهي? هشتغل فوقيها عمود. يبقى ده كده استطل الاول. اوكي? نقوله بسرعة. بقى السطر الاول. انا اشتغلت في تاني سلسلة. عملنا واحد وعشرين سلسلة. اشتغلت في تاني سلسلة على طول. عملت غوزة عمود. بعدين اربعة عمود بلفتين. تلاتة عمود. بعدين غوزة نص عمود. بعدين اتنين منزلقة. بعدين غوزة نص عمود. تلاتة عمود. اربعة عمود بلفتين. وبعدين آآ غوزة عمود بلفة. تمام? يبقى ده كده السطر الاول. طيب. لما هنعد الغرز بتاعتنا دي في نهاية السطر الاول هلاقيها عشرين غرزة. تمام? السطر التاني هعمل ايه? هتفع السلسلة. وهلف الشغل بتاعي. وفي نفس المكان اللي انا اتفعت منه مش عايزين ننساها اول غرزة دي. هبتدى اشتغل السطر كل غرز حشو. لما هعد هيتلعوا معي. بصوا غرز حشو اهي كده. لما هخلص السطر التاني ده واعد غرز الحشو هلاقيها كام? هلاقيها عشرين غرزة حشو. تمام? اه تمام كده السطر التاني. السطر التالت هتفع سلسلة. ولف الشغل بتاعي. اه في اول غرزة دي هشتغل اتنين غرزة حشو. في نفس الغرزة. اوكي? ادي واحد. اتنين. وبعدين هشتغل تمنتاشر غرزة حشو. واحد. اتنين. هشتغل تمنتاشر غرزة حشو. هيتبقى عندنا هنا اخر غرزة هشتغل اه هشتغل فوقيها اتنين غرزة حشو. كده في نهاية السطر رقم تلاتة ده. لما هنعد الغرز بتاعتنا هنلاقيها اتنين وعشرين غرزة. اوكي? كانوا عشرين عملنا تزايد في الاولى وفي الاخيرة. فزايدوا اتنين بقوم اتنين وعشرين. طيب. اه السطر الرابع هتفع سلسلة. هلف الشغل بتاعي. وبتدي اشتغل برضو في اول غرزة هعمل تزايد. تزايد يعني هعمل اتنين غرزة حشو. واحد. اتنين. اوكي? وبعدين هتدى اشتغل عشرين غرزة حشو. اشتغل عشرين غرزة حشو. اه تمام كده اشتغلنا عشرين غرزة حشو. هلاقي هنا اخر غرزة هعمل فيها تزايد يعني هعمل اتنين غرزة حشو. واحد. اتنين. اه في نهاية السطر رقم اربعة. لما نعد الغرز بتاعتنا هنلاقيها 24 غوزة. كانوا 22 زودنا في اول غوزة وفي اخر غوزة عملنا تزايد فزادوا اتنين بقوا 24. اوكي. السطر بقى الخامس والسادس والسابع كمان. هنشتغل غوزة حشو فوق غاية تزايد. يعني هتفع سلسلة كده. ده السطر كده رقم خمسة. وفوق كل غوزة حشو هشتغل غوزة حشو. مش هعمل تزايد. اوكي. طيب. يعني معنى كده ان انا السطر الخامس والسادس والسابع. هفضل رايحة جاية غوزة حشو. اه ونعد كل غوزة هنلاقيهم. اه كل سطر هنلاقيه 24 غوزة. تمام? نشتغل التلت سطور دول اه ونرجع نكمل. اه تمام كده عملنا التلت سطور اللي هما الخامس والسادس والسابع. اوكي. وزي ما اتفقنا بنعد كل سطر بنلاقيهم 24 غوزة. اوكي. اه السطر بقى التامن هنعمل ايه? هنهتفع سلسلة. هلف الشغل بتاعي. وهعمل اول غوزتين اه اول غوزتين دول تناقص. اهي واهي. واضحة. فهعمل ازاي? هدخل كده. واسحب الخيط. وادخل في الغوزة التانية كده. واسحب الخيط. اوكي? وبعدين اقلف في لفة واسحب الخيط من التالت لفات لع الابر. كده انا عملت تناقص يعني الغوزتين بقوم غوزة واحدة. اوكي? وبعدين هتده اشتغل عشرين غوزة حشو. اشتغل عشرين غوزة حشو. اه تمام كده عملنا عشرين غوزة حشو. في الاخر اه في الاخر هنا هنلاقي في نهاية السطر في غوزتين هما اللي باقيين. هعملهم تناقص. تناقص يعني هخليهم غوزة واحدة. ازاي? هتخل كده في الغوزة الاولى واسحب الخيط. وفي الغوزة التانية كمان كده واسحب الخيط. اوكي? بقى فيه تلات لفات على الابرة. هلف الخيط واسحبه من التلات لفات. كده بقيت الغوزتين بقى غوزة واحدة. اوكي? طيب. اه السطر التامن ده كده لما نعد الغوز بتاعتنا هنلاقيها كام يا جماعة? هنلاقيها اتنين وعشرين غوزة. لان هما كانوا 24. عملت تناقص في غوزة من هنا وغوزة من هنا. فهيبقوا عندنا اتنين وعشرين غوزة. اوكي? طيب. اه بعد كده السطر عندنا التاسع. التاسع من اول التاسع لغاية السطر رقم اربعتاشر. يعني بالزبط ست سطور. هشتغل غوزة حشو بدون اي تزايد او تناقص. يعني انا الوقتي هتفع سلسلة. عشان ابدأ السطر رقم تسعة. وابتدي اشتغل غوزة حشو فوق كل غوزة من غير تزايد ولا تناقص. فهيفضلوا عندي عدد الغوزة في السطر كام يا جماعة اتنين وعشرين غوزة. هشتغل بالشكل ده كم سطر? من التاسع لغاية الاربعتاشر. ست سطور. تمام? ست سطور نشتغلهم ونتأكد ان كل سطر عدد الغوز فيه اتنين وعشرين غوزة. ونرجع ان شاء الله نكمل الشغل بتاعنا. اه كده تمام خلصنا ست سطور حشو بقى الشكل عندنا بالشكل ده. اوكي? طيب. احنا وصلنا للوقتي للسطر كام? ده كده السطر رقم اربعتاشر. طيب السطر رقم خمستاشر هعمل ايه? اه هتفع سلسلة. احنا اتفقنا ان عدد الغوز عندنا هنا اتنين وعشرين غوزة. اوكي? طيب السطر رقم خمستاشر هتفع سلسلة. اوكي? اه هعمل تناقص في اول غوزتين. يعني هدخل كده واسحب الخيط. اوكي? في الغوزة تانية كمان. واسحب الخيط. وعندي تالت لفات على الابرة. هلف الخيط واسحبه من التالت لفات. كده انا عملت تناقص. اوكي? وعدين هتدي اشتغل تمنتاشر غوزة حشو. واحد اتنين اشتغل تمنتاشر غوزة الحشو. اه تمام كده هتبقى معي هنا اخر غوزتين هعمل فيهم تناقص. ادخل الابرة في الغوزة الاولى كده واسحب الخيط. في الغوزة التانية كمان. واسحب الخيط. بقى عند تالت لفات على الابرة. هلف الخيط واسحبه من التالت لفات. كده انا عملت تناقص. بقى عدد الغوز كام يا جماعة دلوقتي? بقى عدد الغوز عشرين غوزة. اوكي? طيب. في السطر رقم ستاشر. هعمل ايه? هتفع سلسلة. هلف الشغل بتاعي. هبتدى اشتغل غوزة حشو فوق كل غوزة. تمام? فهيفضل العدد عندي زي ما هو كام غوزة? عشرين غوز. طيب نكمل استطر رقم ستاشر. تمام? استطر رقم ستاشر. استطر رقم سبعتاشر هعمل ايه? هتفع سلسلة. هلف الشغل بتاعي. هشتغل تسعة غوزة حشو. اوكي? واحد. خلي بالنا بقى. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. اوكي? اشتغلنا تسعة غرص حشو. طيب ده كده استطر رقم سبعتاشر. استطر رقم تمنتاشر. هتفع سلسلة. هلف الشغل بتاعي. وابتدأ اشتغل برضو تسعة غرص حشو. واحد. اتنين. تلاتة. لان انا من هنا هبدأ بقى ايه? هبدأ اعمل اللي هو الجدر بتاع السنة كده. فده الجدر الاولاني. اوكي? وصلنا الكام تلاتة. خمسة. سبعة. تمانية. تسعة. كده استطر رقم تمنتاشر تمام. اه استطر رقم تسعتاشر. هعمل تناقص. هلف الشغل بتاعي. هتفع سلسلة. هعمل تناقص في اول غرزتين. هتقول كده واسحب الخيط. الغرز التانية اسحب الخيط. بقى عندي تلات لفات على الابر. هلف الخيط واطلعه من التلات لفات. اوكي? كده انا عملت تناقص. وبعدين هشتغل سبعة غرز حشو. واحد. اتنين اللي هما بفضلين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. ما نساش اخر غرز ده يا جماعة. سبعة. تمام? بقى ده استطر رقم تسعتاشر. اه استطر بقى رقم عشرين واحد وعشرين واتنين وعشرين عبارة عن ايه? انا هتفع سلسلة. ده كده استطر رقم عشرين. هشتغل غرزة حشو في كل غرزة. احنا كده بقى عندنا تمن غرز حشو. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة وما نساش اخر غرزة تمانية. ده كده استطر رقم عشرين. هعمل استطرين كمان. واحد وعشرين واتنين وعشرين. غرزة حشو فوق كل غرزة. اوكي? وهيفضلوا تمن غرز زي ما احنا شغالين. نعمل استطرين دول ونادر. عملنا تلات سطور. عشرين واحد وعشرين واتنين وعشرين. استطر رقم تلاتة وعشرين هعمل ايه? هعمل تناقص في اول غزتين. اهو. الشكل ده. خلاص احنا عرفنا التناقص بتعمل ازاي? تمام? ايدي كده تناقص في اول غرزتين. وبعدين هعمل اربع غرز حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. هيبقى عندي هنا غرزتين في الاخرى هم. هعمل فيهم تناقص. هعملهم تناقص. اوكي? كده بقى عندي كم غرزة يا جماعة? بقم ستة. كانوا تمانية. عمل تناقص في الاول وفي الاخر بقم ستة. تمام? طيب استطر رقم ايبع وعشرين. هتفع السلسلة. هلف الشغل بتاعي برضو هعمل تناقص في اول غرزتين. بالشكل ده كده. وبعدين هشتغل اتنين حشو. واحد. اتنين هيبقى هنا اخر غرزتين هعمل هعملهم تناقص برضو. كده بقى عندي كم غرز يا جماعة في السطر ده? بقى عندي اه اربع غرز. اوكي? هلف الشغل بتاعي وابتدي في السطر رقم خمسة وعشرين والاخير. اه هتفع سلسلة. هعمل تناقص. في اول الغزتين. هيبقى الغزتين برضو هعمل فيهم تناقص. بالشكل ده. تمام? وبعدين هعمل سلسلة. وهقص الخيط. واسحبه. وكده يبقى خلص الجزء الاول. او الجدر الاول من من السنة او الدرس. شايفين شكله قد دي جميل? تمام? طيب انا محتاجة بقى اعمل اللي هنا الجدر التاني هنا. فهعمله ازاي? هاجي هنا اجيب الخيط بتاعي. اجي هنا كده. في الغزة الاولى هنا. اهي. بقى زي. اوكي? وادخل كده. واسحب الخيط بتاعي. تمام? وبتدي اشتغل. هاشتغل ايه? هاشتغل من اول السطر رقم سبعتاشر. يعني اللي بيكتب معي من اول السطر رقم سبعتاشر هبتدي اعيد تاني من الاول. السطر رقم سبعتاشر كنا شغالين ايه? نتفع سلسلة. في نفس المكان هبتدي اشتغل غوزة حشو. واكمل تسع غوز حشو. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. هيبقى هنا عندي غوزتين بين الجدين اللي احنا بنعمله. بالشكل ده كده. تمام? طيب. يبقى كده السطر رقم سبعتاشر خلاص. هلف الشغل بتاعي. هتفع السلسلة. السطر رقم تمنتاشر. هنشتغل برضو نفس الحكاية. غرز حشو فوق كل غوزة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية ومنساش اخر غوزة تسعة. طيب. السطر رقم عشرين. سوي ده تمنتاشر. السطر رقم تسعتاشر. هعمل ايه? هتفع سلسلة. هعمل تناقص في اول غوزتين. بالشكل ده كده. عملنا تناقص وبعدين هنشتغل سبعة غوزة حشو اللي هما اللي باقيين. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. منساش اخر غوزة سبعة. الف الشغل بتاعي. هشتغل السطر رقم عشرين. عشرين واحد وعشرين واتنين وعشرين. حشو فوق كل حشو. مش هعمل تناقص ولا تزيل. يعني هتفع سلسلة كده. احنا كده بقى عندي كم غوزة بقى عندي تمانية. نعد واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة واخر غوزة اهيه تمانية. يبدأ كده السطر رقم عشرين. الف الشغل هتفع سلسلة. واعمل سطرين كمان. واحد وعشرين واتنين وعشرين. اه زي سطر رقم عشرين بالزبط. اتفقنا. ونعد الغرز ده لازم هيفضله تمانية. اه وصلنا لسطر رقم تلاتة وعشرين هنعمل ايه? هتفع سلسلة. هعمل تناقص في اول غوزتين. خلاص بقى احنا حفزنا اهو. بعدين هشتغل اربعة حشو. واحد. اين. تلاتة. اربعة. وبعدين هعمل تناقص. ننساش اخر غوزة يا جماعة. وبعدين انتفع سلسلة وليف الشغل بتاعي. السطر رقم عشرين هعمل تناقص في اول غوزتين. بعدين هعمل اتنين حشو. واحد. اتنين. وعدين هعمل تناقص في اخر غوزتين دول كده. وبعدين هعمل سلسلة وليف الشغل بتاعي. السطر رقم خمسة وعشرين. هعمل تناقص في اول غوزتين. هيبقى غوزتين برضو هعمل تناقص بالشكل ده كده. واعمل سلسلة واقص الخيط. واسحابه. كده يبقى خلص معي مؤقتا الشكل بتاعنا بتاع الدرسة او السنة اللي احنا بنعملها. اهو بالشكل ده. شايفين قد ايه شكله جميل? طيب. هنحتاج بس ننضف الخيط هنشوف هننضفه زي. هبتدي يقلضم آآ آآ فتلة فتلة في قبلة القنفاء كده بالشكل ده. وبتدي ادخل كده في الشغل من وقت. اهو زي ما تعلمنا قبل كده بشكل عشوائي كده بين الغاز. عشان بس اثبت الخيط. بالشكل ده كده. مش هديش طبعا عشان شكرا للشغل ما يختلفش. ممكن هرجع تاني لو حبه اهو. بين الغاز كده. تمام. خلنا هقص الزيادة. وده اللي هعمله آآ في الخيوط هنا ده وفي الاتنين اللي تحت دول كمان. هنضف آآ الخيوط دي. وبعدين هنعمل شكل مماثل للشكل ده تماما بنفس الطريقة بالزبط. عشان يبقى عندنا قطعتين بنفس الشكل. اوكي? تمام كده آآ نضفنا الخيوط. اوكي? وعملنا آآ عملنا قطعة مماثلة اللي احنا عملناها بالزبط بنفس الطريقة. تمام? بقى عندي قطعتين اهم للدرس او للسنة اللي بنعملها. فاضل ايه? فاضل هنعمل كمان قطعة صغيرة اللي هي الجيب لان انا نستطيع اقول لكم ان هنا انا عاملة هنا شايفين? في جيب صغيرا كده شكله ظايف قوي يعني ممكن يلادي يحق فيه اي حاجة شكله ظايف. فده هيتعامل ازاي? تعالوا نشوف كده بيتعامل ازاي? آآ هنعمل عقدة بداية صغيرة برضو بالشكل ده. وهنعمل احطي بس الاجزاء دي كده. هنعمل اتناشر سلسلة. اوكي? واحد اتنين تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. اتناشر سلسلة اوكي? آآ هتفع سلسلة. تمام? وبعدين هبتدي اشتغل غاز حشو فوق الاتناشر سلسلة دول. فوق كل سلسلة هبتدي اشتغل غاز الحشو. هنلاقيهم كم غازة? هنلاقيهم اتناشر غازة. نكمل. تمام كده السطر الاول. السطر التاني هعمل ايه? هتفع سلسلة. هلف الشغل بتاعي. هعمل تزايد في اول سلسلة دي. في اول غرزة اسفدية. يعني هعمل ايه? هعمل اتنين غرزة حشو. واحد في نفس الغرز. اتنين. اوكي? عملنا اتنين غرزة حشو. بعدين هعمل اربع آآ سوري عشر غرز حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اكمل عشر غرز حشو. هيبقى عندي هنا اخر غرزة. بعد ما عملنا عشرة حشو. في اول وما كانوا اتناشر. في اول واحدة عملنا تزايد. اوكي? وبعدين عملنا عشرة. كل غرزة فوقها غرزة حشو. وفي اخر غرزة دي هنعمل تزايد برضو. يعني هعمل اتنين غرزة حشو. واحد في نفس الغرزة. اتنين. ده كده السطر رقم اتنين. اوكي? طيب. السطر رقم تلاتة. من تلاتة لتسعة. يعني من سطر رقم تلاتة للسطر رقم تسعة. يعني سبع سطور. هشتغل. احنا كده بقى عندنا كم غرزة يا جماعة? بقى عندنا ابعتاشر. كانوا اتناشر. عملنا تزايد في الاولى وفي الاخيرة. بقى مع ابعتاشر. هفضل شغالة كده سبع سطور. آآ غرزة حشو فوق كل غرزة. واتأكد دايما ان العدد اربعتاشر غرزة. آآ سبع سطور. يعني هنوصل للسطر رقم كام? رقم تسعة. تمام? آآ تمام خلاص. خلصنا السبع سطور حشو. هنعمل ايه دلوقتي? مش هنقطع الخيط ولا حاجة. هنمشي بقى كده حوالين الشكل ده كده غرزة حشو. شايفين ازاي? نفخل كده. نشتغل غرز حشو. حوالين الشكل اللي احنا عملنا ده. الشكل ده كده. شايفين? اهو. عشان بس يدي شكل جميل. نكمل. بقى كل سلسلة هنا كده نعمل غرزة حشو. بالشكل ده كده. شايفين? تمام? هكمل كده وناجح ان شاء الله نكمل. لغاية هنا. لغاية ما وصل هنا. تمام كده وصلنا لهنا زي ما اتفقنا. هعمل سلسلة. وهقص الخير بس هسيه مسافة طويلة شوية عشان قدر سبته من خير ده في الجزء بتاع السنة او الدرس. اوكي? بقى بالشكل ده. شايفين? تمام? طيب احنا نفاضل عندنا اي دلوقتي. الحمد لله خلصنا كل الاجزاء اللي احنا عايزينها. الجزئين دول بتوع هنا هيتشبكوا كده. بس الاول نشوف ده هيتخيط هنا ازاي? بالابة والخيط. هلضم الخيط ونجعل نخيطه هنا ونكمل شغلنا ان شاء الله. ده بقى نوسط نتجيب كده هنا. هناخد ناحية واحدة من السنة. ونوسط نتجيب هنا كده. وبالابة والخيط العاديين. يعني انا هنا اللي اضمت الخيط العادي اهو في الابة. البيض القنفاء. وابتدي بشويش كده. اسبتوا. بالشكل ده كده. هتصل هنا كده. في كل غاز الحشوة انا عملتها. شايفين? وانزل من الغاز ده اللي بعدها. بالشكل ده. كأني بيصار راجع عادي جدا بس انا بدخل في كل غاز حشو انا عملتها بالشكل ده. شايفين بيتسبت ازاي? ومن وقت طبعا بيبقى شكله ازاي. فهو كده كده مش هيبان من وقت. اكمل بقية اللي جيب اثبته كده بالخط والقبق العاديين. اه بننزل بقى للجزء التاني اه بتاع السنة. على الوش بتاعها. وطبعا الوش بتاعها هعرفه من خلال الشغل بتاعي او شكل العواميد. شايفين شكل العواميد هنا بيبقى شكله ازاي? وده الظاهر بيبقى عامل ازاي? تمام? هحاول بقى اعمل العيون والبق بتاعها. فهضم خط الخط ده الحقيقة هو حرية. انت استخدمي اي خط برضو مناسب ديكي مفيش مشكلة. هدخل هنا كده مسلا. تمام? بعدين اه هنزل كده. يعني برضو كأنها ساجعة عادية جدا. تمام? بعدين هدخل هنا كده. وادخل هنا. هدين ادخل هنا كده. واطلع هنا. بعدين كده. يعني كده ممكن يبقى ده شكل البقى. اوكي? بالنسبة للعيون. هطلع بنفس الناحية بتاعة العيون هنا كده. البقى نفس النقط هنا كده. كده مسلا. اوكي? هاخدها برضو بميل كده. ببتدي برضو اعمل غاز غازة او اتنين اتنين ما فيش مشكلة. كده. خش في البعدها. كده وخش في البعدها. بعدين كده. بعدين ممكن اعمل الرمش بقى كده لفوق. وانزل هنا وعمل الرمش التاني. كده. شايفين ببقى شكلها ازاي? اوكي? ونعمل العين التانية بنفس الطريقة. على نفس المستوى هنا. وفوق برضو بالزبط يعني هدخل هنا كده. وبرضو بميل كده. بالزاوية صغيرة. اوكي? وابدأ اعمل. خط خط. او يعني هو بيساعدني عشان هو غازة الحشوة منتظمة. فبتساعدني لانا قادر امشي مزبوط عليها. كده. وبعدين ممكن ننزل بميل كده. وارجع تاني هنا وابدأ اعمل بقى الرمش الاول. كده. وبعدين هسبت الخيط ده. وكده عشان بس ما يفكش. تمام? فاضل عندنا حاجة واحدة بس. احنا بقى نبتدي نشبك الجزئين طول ببعض. ده الخلف وده الامامة هو العيون. اهو نشبككم كده ببعض. انا بشبككم ازاي بقى هقول لكم. احنا نحط الظهر على الظهر بالشكل ده. اوكي? وبعدين هاجي هنا ادي العمود الاول اهو. هدخل الابرة هنا كده. تمام? وهنا اوكي? وبعدين اسحب الخيط بتاعي. بالشكل ده كده. واعمل سلسلة بس عشان سبت الخيط. وبتدي بقى ايه? هما ادبعت بالزبط. اوكي? فهبتدي كل غرزة اعمل اه اه يعني هشبك عن طريق غرز حشو بالغرزة المقابلة ليها. ويريد التشبيك يبقى على الوش هنا عشان يبقى شكله زريف آآ يعني شكل الغرزة يبقى شكلها زريف من هنا. يعني شبك والوش ده هو اللي فوق. اوكي? طيب. اول عمودين هتقض كده في العمود الاول كده. والعمود اللي قدامه هنا. وهعمل. غرزة حشو. وكمان واحدة لان العمودين طبعا طوال فهيبقوا عايزين غرزة الحشو بالشكل ده. بعد كده غرزة غرزة والمقابلة ليها من الناحية التانية اهي. واسحب الخيط وعمل غرزة حشو. اوكي? ادي غرزة الحشو التانية. وهنا المقابلة دي انا لو حطيتهم على بعض هتلاقييني هتلاقي القبة اوكي يعني هي مضبوطة بالزبط اهو. شايفين? لان هم قد بعض بالزبط زي ما اتفقنا. اهو. غرزة حشو. كمان هنا. اهو. غرزة حشو. شايفين قد ايه سهلة? وعشان بس الشكل هنا يبقى ضريف زي ما قلت لكم ويبقى تشبيك دايما يبقى على الوش ده. اتمنى تكون واضحة وبس عشان اللون ابيض. نكمل. هنا وهو. ورزة حشو. طبعا انت لو حابت تشبيكيهم بالخيط والقبل اه قبل قنفايا يعني بنفس الخيط ما فيش مشكلة خالص. يبقى شكلهم جميل بعضو. بس انا حابة تشبيك بالشكل ده اسهل حقيقة. وكمان بيدي شكل جميل في النهاية. افضل من الخيط والقبل عاديين يعني. شايفين? بالشكل ده. هنشبك بقى كده. كل ده هنمشي كده مزبوط كده 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 لغاية ما نوصل هنا. اوكي? عشان نسيب فتحة صغيرة عشان نبتدي نحشي بالفايبر ونقفل الجزء ده. تمام? تمام كده انا شبكتها دايا ميادور وصيبت طبعا جزء فوق هنا عشان الخطر هنحشي بالفايبر. زي ما انتم شايفين كده ومن وقع كمان شكلها آآ زريف جدا ازاي? ده خط البداية احنا قلنا هنضافه ان شاء الله في نهاية الشغل. شايفين قد ايه شكلها جميل? تمام? طيب فاضل بقى دلوقتي نحشيها بالفايبر. زي ما اتفقنا قبل كده. هنجيب كده جزء جزء بشويش. طبعا هي مش بتتحشي قوي بس مجرد ان هي آآ يعني يديها تخانة شوية فيبقى شكلها زريف. هبدأ احشي رجلين كده. وجزء صغير. وبعدين اه رجلين التانية كمان. ازفق الجدر التعسلنا. او رجليها مفيش مشكلة. بس كده مش اكتر من كده. وابدأ اه اه احشي كمان الجزء اللي فوق ده. حسب رغبتك. كده كفاهمت هيقلي. كده زريفة. اوكي. هقفل بقى الجزء ده كمان. ونرجع نشوف الشكل النهائي للسنة بتاعتنا هتبقى عاملات دي. آآ تمام كده انا خلص. فاضل بس اه 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 قص الخيط واشبكه. يبقى كده خلص خلصت معي السنة او الدرس بتاعنا. آآ ممكن بقى زي ما انت تحبي تزينيها بآ بفيونكا. تعملي الفم زي ما انا عاملها بلون مختلف. يعني التزين ده شيء يرجع لكم براحتك خالص. آآ انا بس حبيت اعملها لكم لان كتير طلبوها الحقيقة على الجروب. وانا حبيت اعملها بسرعة عشان خاطر تستفيدوا بالطريقة بتاعتها. اتمنى ان شاء الله انها كنا عجبتكم. هي بصراحة عجبتني جدا جدا. وعايز اقول لكم ان الفكرة اللي اشارت آآ اشارت اليا بالفكرة هي استاذة مامر. لها مني كل الحب والتقدير. آآ انا الحقيقة فرحت بالسنة دي اول لان انا هدتها لاغلى حد عندي في الدنيا. اتمنى انها تفيدها وتفرحها. وتبقى الزكرة جميلة لها مني ان شاء الله. آآ شكرا ونتقابل دايما على خير في فيديوهات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.